البقاءة دي الناس لحادث عامة حضرتك عاوش عارف بقى حضرتك عرفت منين ان عامة حضرتك ليها حق او ليها تعاني ومتبعيا احنا بقى بنسمع ان فيه تأمنات ماشي بس مش عارفين الصورة ازاي او الطريقة ازاي فلما سألت المحامي اعرفني يعني فيه حاجة فيه تأمنات عن مركبات بتبقى تأمنات العرافة عن مركبات دي بتبقى انبارية ومعمولة عشان المرافق وعشان اللي بيتعاملوا مع بنشي وميستح بالسيارة يعني الحوالين اللي بتعملوا معنا العربي كنت بتعرف منين المعلومات؟ يعني عرفتها من الاعلام؟ عرفتها من حدي قورك عصر دي قاعدة؟ شوف اقول لها حضرك على حاجة يلما بيحصل اي موقف اي امكان بخوش مثلا عن ميلاد بعمل بحث بسأل محامني بيشعر ايه فباعرف المعلومات كده انا عايز بجرد اول الاول كان يعني انسان فيه فيه جاهل ما فيش معلومات متوفرة انما دي قاعدة في الوقت اللي احنا فيه ده مع الانترنت انت بتخش تعرف اللي انت عايزه تقول المحامي قال لها حاجة بتخش نجيب محمين وبتعرف كل حالة وبهو انت بتعرف الاخوار كلها اول درده الاعلام دي دور كبير جدا في حاجة زي كده يعني حضررت ده ما نتكلم في اعلام او مرنامج او كلام زي ده يوضح الحاجات دي كويس يوضح هو الناس لان طبعا كل من البن ادم عارف الواحد عارف حقه يعرف ايه كويس ما حدش يدعك عليم اه حضرتك عملت الاجراءات بنفسك ولو كدت محامي عشان لا او ناظرا في الشبل اللي انا فيه فطبعا بقى محامي بقى تبع واربه يقول لي حزر كزا خزا يعني خد وخد 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 وضع انه حصل حضرتك مكان الحادث كان في اسكندري تمام فكل العربات ومثبت يثبت عندي فيه واحد كان بيتكلم في الامالي دي تم يتكلم في الامال ووسائق ووسائق فلقى كوز افاضي من غير ما يشوف حتى معدل فطبط نتج عن الحادث ايه فيه اصابات في رجلية في الالتين فيه اه في قرتي من هنا وصي عندي رشع في عين الشي السلام على حضرتك حضرتك عرفتي انديك تعود الزيال هل عرفتي من المحامي واناك تعرف من المحامي المحامي هو اللي تصل عليك اه لا هو اه كان اشهد في الادرات الاضيال ما هو مكانش ايه مجرد اما هو كان حادث هو كان طامس رقم العربية كان مم ودي موضع موجودة دلوقتي وحضرتك جايل نارضع سندفط كارت التعويض بتاع انا جاي اسلم بس الورق تسلم الورق اه اه بتتسلم الورق ده بتبتدي اجراءات ولا خلصت خلصت اجراءات لا بقى اجراءات بتبتدي الاجراءات هل قبضت حضرتك اي تعقيد في الاجراءات لا الاجراءات تقريبا ناخذ اقتين او خلقات دنيا كتير خلقت شلقتين او ثلاث دي لا ما فيش انا مشكر حضرتك والف سلام على حضرتك وانسى الله تحسن لتعويضك ويتمي شفاقك على فيك أستاذ حسام عاوزين نعرف ايه اجراءات صار في التعويض في البداية كان الورسة المتوفية او المصاب او احد زاويهم بعد ما بيقدم المستندات في قسم المطالبات بنبدأ تقدار التعويضات ندرس الملاقف نعمل عليه سيرش قوي جدا على قاعدة بنات المجمعة في البداية وبعد كده في منصة التعويضات هنتكلم عليها عجيب ويتمي دراسة الملاقف ونشوفها مستوفي المستندات كاملة ودقة في حالة استفاقه بيتصرف ممكن ما ياخدش يومين ثلاثة ويتمي ثلاثة ثمارة ثانية هل في حالات بيتمي رفض التعويضة؟ اكيد القانون حد المجموعين باستثناءات على سبيل الحصر ممكن نذكر بعضها زي قائد المركبة المتسبة بحادث مشتصلة قارونا تلافيات المركبات تتعويض في حادث ممكن يحصل سنة 2018 مثلا والمحامية والورثة والمصابة بشخصه يقدموا فبيقدموا بعد ثلاث سنوات تدي سواء لبعد فترة التقابل يعني يمكن لمست من بعض الحالات اللي اتكلمت معها انه هما بيجوا بنتصوه على فان المجمع بترفض انها تسلم التعويض ده للنحاني النقطة دي بالذات يمكن كان فيها مشاكل زمان كتير هل ده اجراء جديدة عملات المجمع؟ اجراء ممكن نسميه احتراضي أبسط احنا مش بنشترط وجود المحامي مش بنشترط وجود المستسيد سبعد الاحانة المحامي ممكن يقدم الورق كامل المستوفي وبمجب التوكيلات اللي المستسدين عم ننهاله في ساعة الاستلام بس انها محتاجين المستسدين او احد منهم يعمل توكيل بس ما فيش تزمد او عراقي بالعبس احنا كل المصلحة ان هو ييجي انك تحمي حق العمي بالضبط حماية مصلحة طويلة ممكن يكون الوري عندهم بسيط احناية مصلحة برده ان يكون الوري عندهم بسيط احناية مخالصة برده ان هو اخذ حق ويبقى عارف المبلغ اللي نزيله في البنك كام احناية مصنطر جزيلة احناية مصنطر جزيلة ственно